تكليف الكاظمي لم يكن برغبة قوى الإطار التنسيق التي تتشكل الآن وبالتالي بعد الانغلاق السياسي وبعد فشل عادل عبد المهدي واستهداف المتظاهرين واتهام قوى الإطار الحالية التي كانت تمثل مجموعة من القوى باقتيال ممنهج المتظاهري ثورة تشرين واقتحام السينك ليس ببعيد عنها ارتكبت جرائم فبالتالي أصبح موقفهم ضعيفا وعندما جاء بالكاظمي فهو محسوب على المحور الغربي أكثر مما هو محسوب عليهم لذلك هو لم يكن من خياراتهم وبالتالي الأعمال التي قادت الكاظمي إلى جزء من تقليص أدوارهم ولا سيما أنه في زمن توليه أو بداية توليه تم استهداف قاسم سليماني أيضا كانت ضربة كبيرة للمحور الإيراني بهذا الإطار حقيقة فإنهم كانوا غاضبين جدا من الكاظمي ومن جميع أعماله ولذلك رأينا أنهم قصفوا بيته بشكل واضح تماما والكل يعلم كانوا يحاولون توتير الأجواء السياسية من خلال مظاهراتهم أمام السفارة الأمريكية أو قصف السفارات وبالتالي إرباك الوضع بشكل كبير والآن عندما تم تسليمهم الحكومة تراجعوا لذلك هذا يؤكد تماما على أن الكاظمي كان ليس خيارهم ومن ثم أنهم بالتأكيد يستهدفونه في وقته ولاحقا ولا يريدون أن يكون هناك أي إنجازات تحسب لهم ترجمة نانسي قنقر